السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي قراءة لبرج الجوزاء الشمس والقمر والطالع هي قراءة عامة للنساء والرجال والمنفصلين والمتزوجين والعزب أنا عندما أرى أشياء مهمة وتناديني الرسالة كانت للمتزوجين أو للعزب فأنا كنقولها وإذا لم أرى أي شيء فلا أقول أي شيء لذلك هي دائما قراءات هي قراءات عامة أنا أتحدث عن البرج يعني عن طاقته وهي للكل ولا تنسوا أنها قراءة معامة قد تنطبق على البعض منكم كليا أو جزئيا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لكن دائما دائما هناك رسالة ستستفيد منها لذلك أرجوكم استمعوا للقراءات فأكيد أن هناك إشارة ولو صغيرة ستساعدك في حياتك هذا الشهر ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء وهذا سيؤثر عليك إيجابيا عزيزي برج الجوزاء إذن وسأتكلم عن هذا عند نهاية القراءة وخا غادي ندير وغادي نشوف ما هي قراءة برج الجوزاء وسنأخذ نصيحتين أو رسالة من ملائكة الحب ورسالة السحرية وأعيد هي قراءة للرجال والنساء للمنفصلين المتزوجين للعزاب للمطلقين للكل يعني عندما أرى أشياء يعني واضحة ومهمة أنا غادي نقولها وخا لنبدأ بسم الله أراك عزيزي برج الجوزاء متفائل نوعا ما نعم متفائل لكن هذا التفائل يدوم مدة قصيرة هذا يعني متفائل وهذا يعني هذا الكرب يعني تدوم مدة قصيرة وخا البعض منكم يعني البعض منكم البنات أو رجال كذلك قطعت شعرك يعني قصيت شعرك وتحس بالنشاط ترقصين وتغنين ربما تمارسين المشي أو الجري لكن سرعان ما تعودوا يعني ما تعودوا للحزن والبكاء يعني مرة هاكة ومرة هاكة وخا نواصل نواصل البعض منكم سيقوم بالاشتراك في مباراة للدخل إلى معهد عالي أو معهد جامعي أو شيء من هذا القابل هذا ما تقولوا هاد الكارت وخا نواصل البعض منكم يعني أرى حمل يعني هناك يعني هناك أمنية يعني أمنية حمل يعني كنتم تنتظرون الحمل وخا وهذا ما أرى يعني حمل بعد انتظار طويل سيحدث حمل يعني كارت الخصوبة نعم و لمن ليس لديه حبيب لمن ليس لديه حبيب سيتعرف على إنسان على شخص طقته ترابية أو مائية يعني عذراء جدي أو ثور أو سرطان حود أو عقرب وخا هذا إنسان جاد أنا أتكلم عن من ليس لديه حبيب وليس مرتبط وخا هذا إنسان جاد وستتعرف عليه في يوم جميل سماء زرقاء عيونه يعني لون العيون عسلية وكإشارة سماوية سترى طائر يحلق في السماء مخا أرى كذلك إخوة يتنزعون على الميراث مؤسف جدا إخوة يتنزعون يعني شجار قوي على الإرث والميراث بالأسف الشديد القمامة الدنيوية أصبحت أهم من رباط الأخوة في هذا العالم المادي والسطحي والإستهلاكي الله يستر يا ربي الحبيب الله يستر عزيزي برج الجوزاء هذا الشهر أنت تحت تأثير كذلك برج عفوا كوكب الزهرة وخا وهذا يعني النجاح المادي والرزق وخا بالنسبة للمنفصلين الله بالنسبة للمنفصلين هذا يعني سيتصل بك الحبيب أو الرسالة سيتصل بك الحبيب هو ندمان بزاف الآن يريد الاستقرار الآن أنت طاقتك هي الغضب الحب والغضب والحزن وخا أنت طاقتك الحزن الغضب غضب شديد لكن هذا الإنسان سيتصل بك ونوياه حسن هذه المرة يعني يريد الاستقرار نعم كرد الانتظار أنت عزيزي طاقتك هي الحزن والغضب وسيتصل بك هذا الحبيب وقريبا هذا ما تقول هو هذا الرسالة ركات الرسالة يعني سيتصل بك هاتفيا أو عبر الواتساب والعودة عودة الحبيب يعني سيطلل لكن أنت وسيتلوم منك الغفرة لكن أنت يعني الغضب طاقتك هي الغضب والحزن حزن وغضب شديد لذلك فكر قبل أن تتكلم فخير الكلام مقلة ودل يعني أرى أنك بغدت تنفاجري يعني بغيت ترتق يعني أنت تريده عندما سيئت الحبيب أنت بغيت تكبع ليه كل شيء كل شيء كل شيء يعني تكشي اللي بداخلك أنا دبما نسيت تحتل اللهجة المغربية المهم بغيت تكبع ليه قلبك بماذا يعني أشياء سلبية بزاف هناك غضب شديد وخا وبغيت يعني تريد تفرع كل ما بداخلي كل الألم أنت تريد أن تجعله يحس بنفس الألم الذي أحسست به أنت خلال الانفصال لذلك قبل أن تتفوه بكلام جارح من الأفضل الصمت فالحب أقوى وأجمل من الغضب نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت وأنت تحب هذا هذا الإنسان لذلك لا دعي صافي إذا عاد يعني هذا قرارك تريد أن تسامحه لكن لا دعي للكلام الجارح فهو كذلك يعني حتى هو عاش مرحلة حزن لذلك عاد نعم لأنه ندم من دمان أخا بالنسبة هذا الحبيب الذي يعود بقته نارية أو ترابية من جديد أخا نارية أو ترابية والآن سأتكلم عن ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء وكيف سيؤثر عليك في هذا الشهر طبعا سيؤثر عليك إيجابيا لكن ماذا عليك أن تفعل شنغسك الدير وصمت لي استمعوا إلي أخا عندما تستيقظ في الصباح ابدأ بكلمات إيجابية هذا ضروري ومهم جدا يعني أول كلمة الحمد لله أول كلمة أولا ابتسم لأنك يعني متفقتي نعم لأنك استيقظ لأنك ما زلت حيا فالنوم ربما يعني النوم الموت هو نوم يعني لا نستيقظ منه لذلك أشكر الله لأنك استيقظ لأنك نطي نطي من عاس يعني بقي حي ويعني ولا يجب أن نكون يعني يعني أن نكون عجوز لكي نفكر في هذه الأشياء لا يعني ما خصناش نكونوا يعني حتين شرفوا عاد نفكروا في الموت وهذا الأشياء لا نعم نحن شابب لكن نحن نعرف أنه يعني مهم لا أريد أن أتكلم عن أشياء سلبية لكن لنشكر الله لأننا أحياء يعني مهما كان عمرنا صغار ولا كبار لا يهم مش إحتي نستيقظ إحتي نشرفوا عاد نفكروا في الله عاد نفكروا أننا يعني ربما سنرحل قريبا لا 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 بد أن أن نشكر الخالق لأننا ما زلنا على يعني نعيش ما زلنا نعيش في هذه الحياة الجاملة لذلك عندما تستيقظ ابدأ بكلمات الحمد لله لأنني استيقظ لأنني حي مهما كان عمرك مهما كان عمرك خمسة عشر خمسون سنة تسعون سنة مئة سنة مئة سنة واخ ابدأ بكلمات إيجابية يلا يخليك الحمد لله شكرا يا رب أشكرك وكذلك شكرا لهذا الملك الجميل الذي يزين سمائه الشمس أنا كان حمق على الشمس كان حمق على الشمس لأني أشتقل للشمس أنا لا أعيش في المغرب لأنكم تسألون إي من هل أين كان فين عايشة أنا ما عايشش أنا عايشة خارج المغرب حبيبتي وال أنا الشمس يعني كانشتاق للشمس في هذه يعني هنايا في هذا البلاد كانشتاق للشمس وعندما أرى الشمس كانفرح بالسر طبعا في المغرب ليست لدينا هذه المشكلة لذلك انا اشتق للشمس والان اقدر الشمس واعرف ما هي قيمة الشمس عندما كنشوف الشمس كنفرح يا ربي شحل كنفرح تعطيني واحد تقم يمكنكمش تخيلوها كنقولي بحل بنتها صغيرة من الفرحة ديالي انا غد يمكي عود تاني لنواصل اتمنى ان تكونوا يعني فهمتوني فانا اتكلم باللهجة لان البعض منكم يقول تكلمي اللهجة فقط لكن طبعا ليس فقط يشاهدونني ويستمعون الي ناس من الجزائر ومن المغرب الناس يعني بلدا عربية اخرى العراق من مصر وانا احييكم واسلم عليكم واخه من مبنان من تونس من ليبيا الى اخرى واخه اذا لا عندما نستيقض لا يجب ان نفكر في الاشياء السلبية لا تفكر في الديون عندي الدين او في البيطالة ليس لدي عامل ليس لدي حبيب حبيب الرحل او الطلاق او سلبيات سلبيات لا مهما كانت الوضعية خلي خلي الاشياء خليها معليش معليش لاننا ماذا يعني وش غادي غادي نغير وش حاجة بهذا التفكير السلبي طبعا لا الحياة تستمر مهما كانت الوضعية ونحن نرسم نرسم الحياة نرسم الواقع الذي نريده واذا كنت غير طنب الله ما عنديش في يد دين ما عنديش ليس لدي عامل الثلاجة فارغة بلا بلا وكلام سلبي كلام سلبي طبعا الحبيب لا يحبني الحبيب وهذه الاشياء السلبية ماذا سيحدث انت تجرب المزيد والمزيد زدني زدني زديني عشقا نحن نغني زدني سلبيات يا حياة زديني سلبيات يا حياة نعم هذه الحقيقة هذا هو القانون السماوي وانت ترسم المزيد من السلبيات بسبب افكارك السلبية وانت ماذا ترسم ماذا سيكون لديك حياة سوداء ومظلمة لذلك هذه السلبيات برة out 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 فالامطار امطار الامطار الايجابية امطار السعادة والفرح والرزق والحب تسقط من سمائك انت سمائك العقلية والروحية قم انت بخلق واقعك عزيزي الذي تتمنى نعم يعني لكن باحساس قوي يعني بالتفكير وبالاحساس القوي يعني الايمان بانها حقيقة وستصير حقيقة نعم وشيء اخر ما تنسوش بان الاشياء الوضعية يعني لديها تاريخ صلاحية يعني تنتهي كل شيء يتقادف هذه الدنيا يعني الاشياء القبيحة يعني لديها مدة صلاحية ستنتهي يوما ما يعني لن تعيش هكذا مدى الحياة اذا كنت في وضعية حزينة او وضعية صعبة او طلق او مهما كانت وضعية صعبة سوداء يعني ستنتهي وماذا تعني النهاية بداية وكيف تستكون هذه البداية جميلة بداية للافضل فهي فقط تجارب اعيد تجارب نتعلم منها لنكبر للنمو الرحاني للنمو الذاتي للافضل التغيير للافضل ليس للاسوأ ابدا ابدا فانا اقرأت علي قد اكره الحب اكره هكذا اذا كنت تكره الحب فلن يكون لديك حب في حياتك ابدا يعني انت ترسم ما هو سلبي وستجرب ما هو سلبي يعني سهل سهل لا يخليكم سهل جدا والاشياء كما كنت اقول لن تبقى يعني دائما في نفس في نفس الوضعية تتغير الاشياء للافضل دائما دائما والحياة تستمر بحل الواد الماء يسيل ويتغير يعني ليس نفس وهاكذا يجب ان نكون نحن كذلك بحل الواد يعني الماء مهما كانت هناك عواقب يعني في الواد هناك احجار لكن الماء تسيل يعني لا تبالي للعواقب وهكذا خستن نكون نحن كذلك هكذا يعني ان نرى الاشياء لا فش كنقول يعني ما نوقفوش عند الحواجز لا نحن نواصل نواصل المشي نواصل في الطريق مهما كانت العواقب مهما كانت الصعوبات لي خليكم مخا مهم انا اسفة على العربية ديالي عربية العربية ديالي مكسرة انا اسفة فقلت لكم اني لغتي الام ليست العربية نعم مهم ساتكلم عن هذا في يعني في ان شاء الله في يوم اخر واخر كانت من لكم الخير لكن قلبي نعم قلبي عربي ومسلم كانت من لكم الخير لا يحفظكم لا يحفظكم لي مهم سوف يكملنا فانا اليوم تكلمت يعني بزاف كان شكركم بزاف كان حبكم بزاف من كل قلبي من كل قلبي شكرا على تعليقات اليلكم كان بغيكم الى اللقاء انا اسفة بسم الله بسم الله انا اسفة كثيرة في مستوى اعلى قد يكون هناك خطوبة يعني خطوبة واستقرار وهنا تصالح يعني ايه تقول اه انسان من الماضي سيعود الى حياتك النصيحة السحرية تقول عمل جديد عمل جديد يعني هذه كرد مرحلة إيجابية فيما يخص الجانب المهني والمادي هذا كرد النجاح فيما يخص العمل والآن نعم هذا فقط يمودعكم سمحوني أنا آسفة